سبيل للإعلام تتذكروا يا أولادي؟ يا جماعة متذكرين في المرة الفاتحة واقفنا وين؟ أيوة أه، اذكرت، اذكرت أه، اذكرت أه، اذكرت لمن أخوان سيدنا يوسف جوهو وما عرفو، لكنهم عرفون اه، اي صح وكمان، نتكلم معاهم بطريقة جافة جداً جداً وقليهم يا ناس، هوا، أنتم ما جايين عشان تشيروا تموين الموضوع ما تموين ولا محاصيل أنت جواسيس عيوة أنت جواسيس لا 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 أبدا أبدا نرجوك صديقنا يا سيدي نحن ما جواسيس نحن فعلا جاينا عشان نشتري محصول و بس يا سيدي نحن كلنا أولاد راج الواحد نحن ما جواسيس لا 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 أبدا نرجوك صديقنا يا سيدي نحن ما جواسيس نحن فعلا جاينا عشان نشتري محصول و بس يا سيدي نحن كلنا ولا دراج الواحد نحن ما جواسيس لا انتوا جواسيس وجايين عشان تجسسوا على المناطق المافية حماية كبيرة هنا لا لا يا مولاي انا بأكد لك انه نحن ما جواسيس نحن اتناشر اخو عشرة مننا موجودين الهين قدامك ديل واصغر واحد هنا خلينا هناك في البلد مع ابونا وكمان عندنا اخو مفقود لغايد اسا ما عارفين مكانه وين ها ما تحاولوا ضغشوني ما في لكم اي طريقة انتوا جواسيس وانا هاختبركم دلوقتي بحذركم بكل هايبة فرعون ملك مصر وقل لكم انكم ما حتمرقوا من هنا لغايد ما تجيبوا لي اخوكم الصغير مفهوم يا مولاي ارجوك ارجوك يا سيدي لا ارجوك انا كلامي واضح رسلوا واحد منكم عشان اجيب لي اخوكم الصغير هنا والباقين انا حاحبسهم لغايد ما اخوكم الصغير يصل واتأكد انكم صادقين فعلا اما اذا كلامكم كان كضب وطلعتوا جواسيس بعدين حتشوفوا حتشوفوا شنول حيحصل لكم يا حراس يا حراس نعم سيدي نعم دلوقتي اقبضوا على الجماعة ديل خدتوهم في السجن يلا امرك مولاي سيدنا يوسف يا جماعة دخل اخوان ديل كلهم الحراسة لمدة ثلاثة يوم وفي اليوم الثالث قليهم اسمعوا يا جماعة انا زول بخاف الله عشان كده ما عايز احبسكم هنا كلكم وهلكم هناك جعانين ان كنتوا صادقين لازم تختاروا واحد منكم عشان يكونوا محبوسين في السجن والباقين يمشوا وودوا التموين على الشرط انكم لازم تجيبوا ليه اخوكم الصغير عشان اعرف انكم صادقين وتنجوا واخواني يوسف وافقوا وسيدنا يوسف زي ما اقولني يا جماعة كان بيتفاهم مع اخوانه بواسط مترجم وهم طبعا كانوا بيتكلم مع بعض بلغتهم وكانوا مفتكين انه ما فاهم الكلام بتاعهم وبدوا يتناقشوا انتوا عارفين المشاكل دي كلها حصلت لينا عشان نحن كنا زللنا اخونا يوسف يا بالضبط بالضبط لانه حلسنا كتير وترجانا عشان نرحم ونفكوا لكن نحن ما رحمناه ايوة العملناه فيه كان سبب كل المشاكل اللي واغعنا فيها دي انا زمان قلت لكم يا جماعة ما تأزوه لكن انتوا ابتوا تسمعوا كلامي ولاننا ضيعناه نحن هسا بندفع في تمان جريمتنا والانه سيدنا يوسف عليه السلام يا جماعة فيهم كلام اخوانه بدون هما ما يكونوا عارفين ايه قام طلع من جنبهم وقعد يبكي برا وبعد ذاك رجع تاني ويتكلم معهم وفي النهاية مسك شمعون وكتفوا قدامهم اصمع يا جماعة اخوان يوسف شيلوا حميرهم قال بصوت عالي ده شنو ده ما اقول فيشنو مالك الحاطش شنو تعالوا شوفوا ده انا لقيت الفضة بتاعتي في الشوال ده في الشوال ده ده حصل كيف ده الفضة دي جات من وين تاني ده الفضة اللي اشترت بها التموين ايوة تمام هي الفضة اللي اشترت بها التموين عوزي بالله حاجة غريبة ده شنو حاصل لنا ده اوعي كنت من غطب الله علينا فيضة في الشوالة واحد مننا بعد ما دفعها واشترت بها التموين ربنا يسر واخوان يوسف كلهم كانوا خايفين ومرعوبين من الحصل ده ولما وصلوا لي بلدهم حكوا لي ابوهم بكل الحصل لهم في مصر وكيف انو الحاكم هناك قابلوا مقابلة جافة واتهموا بانهم جواسيس وطلب منهم انو لازم يجيبوا ليه واخوهم الصغير بنيامين عشان يتأكد انهم صادقين ومش جواسيس بعد داك بدوا يفضوا في شوالاتهم كل واحد فيهم لقى الفضة بتاعته في شواله وبعد الموقف ده كلهم خافوا بما فيهم ابوهم الكان مهموب بيفكر في مصير اولاده وانو ممكن كمان يفقل بنيامين اللي بحبه جدا شنو الحاكم قال ليكم جيبوا ليه احوكم بنيامين عايزين تحرموني من بنيامين كبان مش كفاية اني يوسف مفقود وشمعون دلوقتي مزجون في مصر معاقول يا رب يا رب انا عملت شنو عشان كل المصير بدي تقعلي راسي يا بوي كده انت بس وافق وسلمني من يامين وخليه يمشي معانا ولو انا ما رجحت لك تاني بعدين انت اقتل اولادي اللي تنيه لا لا انا ما ممكن افرت في ولدي ودكم لي مش كفاية انه اخوه يوسف مات وهو الوحيد الفضلين من اولاد راحيل اذا لا غضر الله حصل لهم وقروه في الطريق انا انا حموت بالحسنة بعد العمر والشبدة وبعد فترة لان المجاعة كانت مستمرة وبشدة كل التموين الجابوا اولادي عقوب من مصر انتهى عشان كده يعقوب قال لأولادو اسمع ياولادي انا عاوزكم ترجعوا لي مصر وتشتروا لينا تموين تاني عشان ما منموت مجد جوع لكن يا هوزا نبه ابوه لحاجة مهمة وقال ليهو يا ابوي الراجل الحاكم الهناك كلامه لينا كان واضح جدا وحذرنا بشدة وقال لينا اذا ما جبتو اخوكم الصغير معاكم انا ما عايز اشوف وشكم تاني وعشان كده يا ابوي لو انت وافقتا وخلتنا نسوق بنيامين معانا نحن هنمشي لكن لو رفضت نحن ما حنقدر نمشي لانه زي ما قلت لك الحاكم حذرنا بشدة عوز بالله طيب ليه انت قلت ليهو ان عندكم اخو تاني موجود هنا وخلقتوا ليه المشكلة دي نحن يا ابوي ما خلقنا اي مشكلة لكن الحاكم هو يسألنا عن عائلتنا وكان سؤاله بالتحديد ابوكم حي عندكم اخو تاني ونحن ما عملنا اي حاجة غير اننا جاوبناه بس يعني يا ابوي نحن كنا بنعلم انه كان حيشدد علينا ويطلب مننا انه نجيب لهو اخونا كده انت بس وافق يا ابوي وخلي بن يامين يمشي معانا وبالطريقة دي الراجل حيارف انه انحنا ما جواسيس وحيرضى ويبع لنا التموين عشان انت ونحنا وأولادنا وكلنا منموت بالجوع وانا بضمن ليك رجع بن يامين انا حاكم مسؤول عنه شخصيا ولو ما رجحت لك تاني ووقفت قدامك بعدين لوم لي وما ترضى علي طول العمر افتكر احسن نسافر عشان الجوع كافر نحن بنضيع في الزمن لانه دلوقت كان ممكن نكون سافرنا مرتين وريعنا تاني سمح خلاص اذا كان لابد من الموضوع ده سوقوا بن يامين معاكم ويشيلوا معاكم هدية للحاكم ده تكون من احسن منتج بلدنا وشكلوها من العسل والعطور والتوابل واللوز والفستق وكبان اخذوا معاكم ضحف الفضة اللي خطوها في المرة الفاترة عشان ترجعوا ليهو وترجعوا ليهو كمان تمنى الطعام اللي اشترتوه منه في المرة اللولة لانه يمكن كان حصل غلط يلا سوقوا اخوكم معاكم وتوكلوا على الله وصافروا بسرعة وان شاء الله ربنا يخط الرحمة في قلب الحاكم ده ويفك شمعون ويخليوهو fall واذا ماتوا طبعا ده حيكون أمر الله نحن ما بيده ده وأخوان سيدنا يوسف بعد كده سافروا لمصر طوالي وأول ما وصلوا هناك قابلوا يوسف ولما يوسف شاب بن يامين معاهم قال لي رئيس عمال الخدمة في بيته أنا عايزك تسوق الجماعة ديل وتوديهم لي بيتي وتطبحوا ليهم عشان هم حيكونوا ضيوفي الليلة وحيدغدوا معي حاضر أمرك يا بولاي طيب يا جماعة أفتكر إنه ده مكان منازب نقيف فيه الليلة لا 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 خلاصا هيدا والله دعبانوا من أحسان ما قادر في المرة الجاية إن شاء الله نواصل في المرة الجاية مع السلام تحية زروق أحسان ما قادر سيخي دين أحسان ما قادر سيخي دين